اشتركوا في القناة المزيد من التفاصيل في التقرير التالي في اطار حرصها على تطوير الموارد البشرية على كافة المستويات نظمت مجموعة جي اف اتش المالية ورشة تدريبية متخصصة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين وتم خلال ورشة تبادل الخبرات والمعرفة حول أحدث اتجاهات واستراتيجية الأعمال الورشة التدريبية لكبار الموظفين وعظام مجلس إدارة في المجموعة وشركات التابعة نسويها بشكل دوري كل سنة كجزء من المتطلبات البنك المركزي البحريني للساعات المطلوبة لتدريب عظام مجلس إدارة وكبار الموظفين ونبدأ لن نطرح الأعضاء خارج البحرين أو دورات أدهك نسوي نحن النظام الننيب بروفوسور نبيل اللي هو معتمد في جامعة هارفرد ويطرح كيسز في البزنس في الالتزام تجاه المجتمع في الـ Governance كيسز شركات عالمية ويتم ناقشتها ويكون فرصة جيدة للاجتماع هذه المتطلبات طبعا إضافة كبيرة لنا كأضاء في مجلس إدارة مجموعة جهة أفنش المالية تعزز من مفاهيم الحوكمة والتحوط وهذه الأشياء أساسية في إيجاد الأرباح واستمرارية المؤسسة تكون رائدة في مجال المال والاستثمار تمثل هذه الورشة عالية المستوى خطوة مهمة نحو تعزيز الكفاءات حيث أن التدريب المستمر يلعب دورا كبيرا في تطوير ونمو المؤسسات في البداية في خليجي بنك نعي أهمية تطوير العنصر البشري سواء كان على مستوى الموظفين أو الإدارة التنفيذية أو حتى على مستوى أعضاء مجلس الإدارة نقوم بشكل دوري بالتعاون مع مجموعة جي أفنش المالية بتنظيم ورشات عمل يحضر من خلالها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتطرح فيها مواضيع مهمة هذه السنة المواضيع متعلقة بالاستدامة نتكلم أيضا فيما يخص أفضل الممارسات في مجال البيئة والتأثير الاجتماعي وحوكمة الشركات يعمل المشاركون حاليا على تطبيق المعرفة والمفاهيم التي اكتسبوها خلال هذه الورشة في استراتيجيات أعمالهم مما يعزز التنمية المستدامة ويحقق التميز في عالم الأعمال والآن نترككم عداء الأسواق المالية الخليجية عقد المجلس التشاوري بغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعه الثاني بحضور كبار التجار وتطرق المجلس التشاوري خلال النقاشه إلى عدد من الملفات المهمة أبرزها قانون الإفلاس وملف مستقبل التعليم والاستراتيجية السياحية والشركات العائلية والأمن الغذائي وبرنامج الضمان الصحي كما أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سامير عبدالله ناس خلال الاجتماع إلى الجهود الفاعلة التي تقوم بها مؤسسات القطاع الخاص من شركات التأمين والمستشفيات وغيرها في تعسيس الاستثمارات بالقطاع الصحي بما يضمن استدامة الخدمات الصحية بالمملكة بجودة عالية وخدمات راقية ومتنوعة وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد باسم الساعي عضو المكتب التنفيذي بغرفة البحرين مرحبا بك في النشرة الاقتصادية وبداية أستاذ ما هي أبرز نتائج هذا الاجتماع الذي عقد اليوم شكرا لكم على تحت الفرصة لأن أطلعكم على نتائج اجتماعنا اليوم مع المجلس التشاوري في غرفة صناعة تجارة البحرين طبعا المجلس التشاوري هو عبارة عن كبار رجال الأعمال في مملكة البحرين ورئيساء مجلس الإدارة السابقين في غرفة التجارة نحن دائما نلتقي بين مرة ومرتين في السنة نسمع من رجال الأعمال والشخصيات التجارية الكبرى عن وضع السوق وبعض الفرص والتحديات ونسمع لهم إذا عندهم أي توجيهات معينة أو أي مواضيع معينة وفي نفس الوقت نطلعهم على آخر البرامج اللي نحن نشتغل عليه في الغرفة والدراسات اللي نقوم فيها طبعا في عندنا عدة برامج أو دراسات نقوم فيها من ناحية تحديات سوق العمل من ناحية البحرانات الوظائف المشاريع حق التذاب الاستثمار الأجنبي وتحفيز بيئة العمال في مملكة البحرين بالاضافة إلى تأثير بعض التغيرات الإقليمية اللي تصير عندنا في المنطقة وانعكاساتها بالاضافة إلى المشاريع اللي نحن في تواصل مع الحكومة من ناحية تطوير قطاع الأعمال ومساهمات في القطاع الخاص في دعم الحركة التجارية في مملكة البحرين بالتأكيد السيد باسم السايع عضو المكتب التنفيذي بغرفة البحرين شكرا جزيلا لك أنهت بورصة البحرين تعملات جلسة يوم الأحد على انخفاض بضغط من قطاعي المال والاتصالات ومع ختام التعملات ترجع المؤشر العام بنسبة 11 من 100% إلى مستوى 1939 نقطة وشهدت بورصة البحرين تعملات تجاوزت 745 ألف سهم بقيمة تجاوزت 172 ألف دينار توقع المنتدى المالي الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 25% خلال العام الجاري و5% خلال عام 2024 كما توقع تقرير التمويل العالمي والتنمية العالمية 2023 أن يتبط النمو العالمي بشكل أكبر خلال هذا العام بنسبة 23% فيما من المرجح أن يظل النمو ضعيفا عند نفس المستوى خلال عام 2024 والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية ترجمة نانسي قنقر